السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد انتهينا بفضل الله من الجداول وهنبدأ بقى في موضوع جديد من قيمة insert ألا وهو إدراج أو الصور تعالا كده نعمل مع بعض ونقوله إننا عايز عمل ملف جديد خالص وتعالا كده بإذن الله نبدأ نعرف طرق إدراج الصور داخل مستندات الورد أو ويرد دوكيمنت insert كده على طول يوروك جايب لك إدراج صورة ومن أسغل الصور كمان إنك ممكن إنك تمشي كده على طول تاخد الصورة بتاعتك أنا وقفت على الصورة دي هي ومشيت بيها وأفضل واقف على ملف الويرد اللي أنا عايزه كده وأروح سايبها بالشكل ده ألاقي الصورة إيه داخل داخل المستند يبقى في طوق طريقة سهلة جدا رقم واحد وهي بالسحب والإدراج تاني أنا عندي بيبقى موجود في تاست بار تحت فهاجي كده على الصورة اللي أنا عايزها أيا كانت هذه الصورة وبعد كده أمشي بيها بالسحب كده أقف على المستند اللي أنا عايزه أنا لسه مسكها بيدي مستش الماوس بمجرد ماه في داخل او المستند بتاعي أسيبها بالشكل ده فيتم إدراج الصورة يبقى دي كده أول حاجة طريقة سريعة جدا لإدراج الصورة تعال على مكانها أسحبها افضل ضاغط بإيدك بالماوس واسبها داخل الدكومنت او المستند الطريقة التانية بكيتشارز أقول له زيس بي سي زيس ديفايس أو من الكمبيوتر بتاعي أنا محتاج إن أنا أعمل إدراج لصورة دي الطريقة رقم اتنين واختار الصورة دي مأيا كان مكانها وليكن مثلا كده مثلا والأول مثلا هجيب لك صورة اللهم عوز مش رجيم هنا كده مثلا الكتب المنشورة والفوتوشوب وتعال نشوف كده صورة من صور الكتب بتاعتي زي مثلا الصورة دي يبقى كده قدرت إن أنا برضو أدرك صورة داخل الدكومنت او المستند من خلال انسيرت بكيتشار زيس ديفايس وأقول له على مكان الصورة اللي أنا عايز أعمل له عملية إدراك طيب عايز أعزف الصورة بص يا سيدي لازم علشان أنا لما كنت كتب نص هنا لو أنا كتبت نص هنا زي مثلا باسم الله كده اهو ده كده نص موجود فأنا لما بعمله سيليكشن كده بقدر راجع للهوم وأقدر أكبر حجمه ما فيش أي مشكلة خالص ولكن هنا آخر حاجة في الريب متبقى هلب إنت لما تكون مختار صورة بما بتبقاش مظللة بالشكل ده بيبقى حواليها مربعات بيضاء بالشكل ده دي مربعات اختيار الصورة وأوتوماتيك بيظهر لك بعد هلب حاجة اسمه بكيتشار فورمات أو تنصيق صورة طيب أنا لو واقف عن نص ده وعمل له سيليكشن وحواليه الظلال دي الصورة كده أنا مختارها طبعا لا ليه؟ أولا لأن بكيتشار فورمات مش موجودة هنا ثانيا الطريقة اللي بيبقى متظلل بها الصورة اللي هي المربعات البيضاء اللي هي محيطة بها مش موجودة أنا كده وأنا مختار الصورة كده وحواليها المربعات البيضاء بالشكل ده ممكن بكل بساطة دي ليت من الكيبورد أو باكس بيس على طول برضو بيعمل عملية مسح بلو الصورة يبقى كده عرفت إزاي ممكن أدرك صورة بطرقتين وإزاي إن أنا ممكن أحظف صورة وتعالى بقى ندخل على ميزات والحاجات الجميلة والرائعة الموجودة في ويرد تونتي تونتي وان اللي وعشرين وعشرين في بيكيتشارز عندنا كده كمان حاجة اسمها ستوك إيميجز أو صور اللي هي بتقولك إيه اللي هي الموجودة من على الإنترنت بمجرد ما تضغط عليها بيبقى موفر لك مجموعة كبيرة جدا من الصور الرائعة في مختلف المجالات بتجيبها أولاين على طول هنا يقولك أنت عايز مثلا المتعة للناس للأساس لكذا لكذا للعمل لاختار الموضوع اللي أنت عايز منه وداخل كل موضوع ممكن أنك تعمل إدراج أكتر من صورة فلو أنت مثلا عايز حاجة مثلا للأشخاص أو للعمل بالشكل ده ممكن أن أنت تختار أي صورة تناسب الشغل بتاعك وليكن مثلا أنا أدور معك كده مثلا وعلى فكرة لسه في موضوعات كتيرة وراء كده لسه أنت ما جبتهاش زي مثلا اللي هي الشغل المكتبي بالشكل ده هختار الصورة دي فأنت كده بيقولك insert one طيب هختار الصورة دي معا يبقى كده insert two هختار مثلا الصورة دي بقى insert يبقى أنت تعمل insert الكام صورة لتلات صور دلوقتي قوله insert هيجي لك الصورة الأولى قادي الصورة الأولى تمام وقادي الصورة الثانية وقادي الصورة الثالثة وزي ما أنت شايف الصور نزلة بنقاء عالي جدا وبجودة عالية جدا يبقى كده تقدر تعمل إدراج لصورة أو أكتر منصورة من الحاجات المتوفرة لدى ميكروسوفت ويرد على اللي هي بتوفر لك شركة ميكروسوفت نفسها من insert بيكتشر والو للسطوك إيميجز وفيه كمان الانلاين بيكتشر دي كمان جميلة جدا وتعمل تسيرش على أي صورة أنت عايزها زي مثلا صورة اللي أنا دايما يعني شوف هنا أنا أقولك عايز مجموعات بقى أنت عايز مثلا صور لإيه من دول اختار الاتجاه لإمتى عايز الصورة تكون موجودة فيه وممكن كمان تسيرش تدور على مثلا من أي صورة إمتى عايزها يعني أنا ممكن كمان أن أنا مثلا أدور على الصور للورود بالشكل ده فدي صور online بتبقى موجودة ممكن تبحث بشكل مباشر من هنا يبقى كده دي مجموعات بيكترح عليك وممكن كمان أنت تدور على أي صورة إمتى عايزها وعلى فكرة زي مثلا الفاميلي بتلاقي مثلا صور بالشكل ده كده جميلة كده يبقى insert one صورة واحدة لو أنت بحثت ولاقيت صورة تانية عجبتك ابحث عنها كده مثلا وبعد ما تلاقي الصورة عجبك زي مثلا وليكن الصورة دي يبقى كده insert two فأقول له insert two بقدرت أعمل إدراج لصورتين على فكرة ميزاية جميلة جدا ورائعة الصورة دي مش عجباني سلكت عليها بحيث يكون حواليها الدوائر اللي هي بتاع الاختيار وقول له delete أو backspace شايف الصورة جميلة ازاي بأنت تقدر تستعين بعدد ضخم جدا أونلاين من الصور وتقدر ان انت تعمله إدراج داخل المستند بتاعك طيب ملحوظة مهمة جدا ماذا لو أنا كان عندي مستند تاني والمستند فيه كلام بالشكل ده وعايز أدرك صورة على سبيل المثال أنا مثلا هنا كنت بتكلم عن وحدات الادخال فهاجي هنا على وحدات الادخال اللي هي لوحة المفاتيح وعايز أدرك صورة يبقى لازم رقم واحد اضغط enter وقف بمؤشر الكتابة في المكان اللي انت هايز تعمل فيه إدراج للصورة دي وتعال على insert pictures لو عندك على الكمبيوتر خلاص اتفقنا ولو عايز تجيب من على الالاين دور عليها وانا بدور على صورة ايه تمام keyboard تعالا كنا اللي وريني كده صور الكيبوردات المتوفرة يعني شغل رائع جدا وتقدر انت بكل بساطة تجيب شايف كل الصور اللي نفسك فيها تعمل لها إدراج داخل المستند بتاعك يبقى انت كده اصلا مش محتاج كمان تدور في حتة غريبة انت على طول بتروح جاي بالصورة وبتنزل لك الصورة بايه بحقوق الملكية الفكرية الصورة دي هو جابها منين تمام طيب يبقى كده الصورة نزلت في المستند في المكان اللي انا كنت واقف فيه مظبوط جدا بس لسه ناخد ازاي ننصك الصورة دي ونعدل فيها ونتحكم في حاجات كتيرة خاصة بيها زي مثلا ان انا يعني اوليك حاجة كده سريعة لو عايز اعمل remove للباك جراوند دي بتاع الصورة اقول له remove كده الباك جراوند فتقدر انت تعمل remove للباك جراوند escape انا مش عايز اعمل remove دلوقتي وهي خلاص شلع بس لسه نتعلم حاجات متخصصة يبقى عرفنا ازاي نعمل ادراج لصورة داخل المستند باربع طرق بس رقم واحد لازم تشوف مؤشر الكتابة موجود فين قبل ما تعمل عملية الادراج لان ده للمكان اللي بتنزل فيه صورة رقم اتنين الطريقة الاولى ان انا بالسحب والافلات من داخل my computer او this pc اصحب الصورة وافضل مسكها واسبها داخل المستند الطريقة رقم تلاتة this device برضو بقدر اعمل browse واجيب صورة من اي صور موجودة عندي وعمل لها ادراج بالشكل ده الطريقة رقم تلاتة من insert ودي بقى طريقة جميلة جدا اللي هي stock images او مخزون الصور بتاع Microsoft وعلى فكرة بقى ده انا وريد كمان دلوقتي قبل ما نختم حاجة حلوة اوي في stock images رقم اربعة online pictures او الصور الموجودة على الانترنت اللي بستخدم البنج اللي هو محرك البحث اللي هو بيدور لك على الصور عبر الانترنت وتقدر تجيب اي صورة من اي مكان انت عايزه في عدد ضخم جدا جدا من الصور زي الصورة شكرا لكم دي اللي موجودة بطرق رائعة تقدر تستخدمها داخل المستند بتاعك يعني شغل راقي جدا جدا وجميل ويساعدك على الوصور على الصور بتاعتك بكل بساطة تعال انا بقول لك بقى قبل ما نختم الحلقة على حاجة جميلة جدا من insert ونشوف مخزون الصور اللي هو stock images دي بقى فيها حاجات رائعة جدا اذا كان اللي قدامك ده مش عاجبك لا ده في فوق ايكونز وكلنا بنحتاج للايكونز زي زي مثلا الايكونة دي مثلا لو انت عايز هيقولك insert ليا وزي مثلا لو انت عايز ايكونة مثلا لأي حاجة تانية يعني فيه عدد ضخم جدا من الاشكال والايكونات اللي ممكن تفيدك في شغلك وفيه كمان هنا كمان شوف يعني موضوعات متنوعة لاشخاص وفينا كمان اللي انت ممكن تستعين بيها وهي تقدر بقى تدور على ده الوحدي ولا ده الوحدي وتقدر انت كمان تدور على الانترنت وتقدر كمان تستخدم اساليب الشرح اللي هي بتستخدم كثير جدا كتير جدا زي مثلا الوردة دي كده مثلا لو عايزها خلي بالك كل ما بتختار حاجة بيعمل لك ايه تمام بيقولك بيزود لك العدد insert يبقى كده كمان تقدر تدور في الستوك دي وبقى تقدر كده ان انت تعمل عدد ضخ جدا من الاشكال والصور في شغلك وطلوا insert وكلهم بينزلوا عندك داخل document او المستند بتاعك يبقى لسوق image او مخزون الصور اللي بيوفروا لك الوفيس الجديد رائع 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 عارفنا ازاي ندرج الصور باربع طرق في المستند ونختم بقى حلقتنا وكلامنا عن طريقة خمسة جديدة جدا جدا الاول زي ما انت عارف لازم اكون واقف بمؤشر الكتابة في المكان اللي نعمل فيه ادراك الصورة واذا كانت الصور ممكن نجيبها بالسحب والافلات او زي او من المخزون او من الانلاين بكيتشارز فيه طريقة جديدة جميلة جدا الا هي سكرين شوت بكيتشارز انا احيانا مسلا لو جينا شوفنا كده مثلا مع بعض الملف بتاع اسرار لوحة المفاتيح وانا بشرح في الورد نفسه كنت بحتاج اجيب صور من داخل الويندوز زي الصورة دي والصورة دي وزي الصورة بتاع الاغلاق وزي الصورة دي طيب الصور دي انا باخدها ازاي دي طريقة جميلة جدا بتتوفر لنا داخل الافيس اللي هي سكرين شوت اللي هي ان انت تعمل ادراج لصورة من خلال ان انت تقوله سكرين كليبنج يعني انا عايز اصور جزء من الشاشة بفرض مثلا ان انا كنت عايز ااخد الريبن دي وحطها داخل المستند بشرة عليها فاقوله دي ازاي ممكن اصورها باي برنامج او من الويندوز نفسه واجيبها من الكمبيوتر او مباشرة اقوله لا بعد اذنك انا عايز اعمل سكرين شوت فاقوله سكرين كليبنج كده بمجرد ما تضغط عليها بص كده جالك ايه اهو جاهز انه يصور لك الشاشة وروق جاي عامل سلكت كده ورسم على المنطقة اللي انت عايزها واسيبه اول ما سبت ايه اللي حصل مزبوط جات لك الصورة بتاعتك اللي انت لسه ايه اللي عليها صورها لي ونزلت داخل الدوكومنت بتاعي طيب انا عايز اجيب حاجة تانية اقوله من هنا تاني انسيرت واقوله سكرين شوت واقوله سكرين كليبنج وصغر دي كده وبيديك فرصة كده ثواني ويروق جاي جاهز علشان تروق جاي مصور الدسك توب تلاقيه نزلك بشكل مباشر يبقى كل القصة ان انت ت تعمل ايه من انسيرت وتقوله سكرين شوت وتقوله سكرين كليبنج وبعد كده وبيديك سانيتين تلاتة كده تكون روحت للمكان الجديد او جبت الصورة اللي انت عايزها زي كده مثلا وتكون جاهز لما يبقى الشاشة بالشكل ده كده بقى هيتها تقدر ان انت تراه جاي ايه مصور الصورة بتاعتك وبمجرد ما ترجع للويرد مرة تانية بتلاقي الصورة بتاع حضرتك اصبحت موجودة داخل الدوكومنت بتاعك بشكل مباشر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته